دعي السفراء العرب وممثلين البعثات الدولية هنا في بهو المبنى الأمم المتحدة في البهو الخارجي لمبنى الأمم المتحدة لدعي لوقفة تضامنية تضامناً مع الشعب الفلسطيني سعادة السفير يحاول بعض أساس الغرب يحاول شرعنت ما قامت به إسرائيل من مجازر كثيرة وليس أخرها مجزرة مشفى المعمداني في غزة بأنه دفاع عن النفس بل الأكثر من ذلك طالبة إسرائيل بالأمس في مجلس الأمن طالبة المجتمع الدولي بتقديم الاعتدار أنها لم تستجب لنداءاتها طوال أسنين الفائتة من هجوم حماس كما يدعون عليها ما تعليقكم يعني هذه وقاحة يعني الكل يشهد أولاً إسرائيل دولة احتلال حسب القانون الدولي وحسب قرارات الأمم المتحدة وكدولة احتلال هي مسؤولة حسب ميثاق جينيف الرابع عن حماية المدنيين القابعين تحت الاحتلال إسرائيل وتحت غطاء الدفاع عن النفس الذي منحته إياه الأسرة الدولية الأوروبيين والأمريكان ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة حصار غزة منع الوقود والماء والكهرباء والأدوية هي جريمة حرب قصف مستشفى المعمداني هي جريمة حرب قصف المباني السكنية هي جريمة حرب نحن سنلاحق إسرائيل في كل المحافل الدولية في محكمة الجنايات الدولية ومتى تمكننا سيتم محاسبة هؤلاء المجرمون ومن يصمت إنها لأول مرة بالتاريخ يتم ذبح شعب ويبث ذلك على شاشات التلفزيون والعالم يصمت سابقا كان العالم يقول نحن لا ندري لم نعرف الآن الكل يرى وببث حي ومباشر الجرائم التي ترتكب في غزة فالسكوت على هذه الجريمة هي مشاركة فيها نعم سعادة السفير حاولت النمسا ونحن هنا في فيينا التضييق على المتباهرين كونهم شعب ثائر أيضا ومتعاطف مع القضية الفلسطينية كما في باقي الدول العربية والغربية أيضا في النمسا وفي أوروبا تحديدا وصلت لحد التجريم في لمن يناهض الإسرائيل والهتفات ورفع العلم الفلسطيني كونكم هنا في السفارة في فيينا كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟ يعني أولا هذه دول تدعي بأنها دول ديمقراطية وأنها تحترم حرية الرأي ما يحدث اليوم في النمسا وفي دول أخرى مثل ألمانيا على سبيل المثال هو تقييد كبير لحرية الرأي وتكميم للأفواه خدمة لدولة احتلال عنصري نحن نرفض هذه الإجراءات من حق المواطن النمساوي من جذور فلسطينية أو عربية أن يعبر عن رأيه بكل حرية وبكل صراحة وأن يبدي تعاطفه وتضامنه مع شعبه في فلسطين الذي يتعرض للذبح اليومي هذا يثبت نفاق العالم الغربي هذا يثبت نفاق وازتواجية معايير ما تسمى بالديمقراضيات الغربية نعم خاصة أن حرية التظاهر مكفولة هنا ضمن حقوق الإنسان ولكن عمليا ما هي الخطوات فيما لو أراد الشعب هنا أو الجاليات العربية الخروش في مظاهرات يتعرضون للغرامات المالية أيضا لا نعتقد أن المواطن النمساوي لأن حقوق مكفولة بالدستور عليهم أن يرفعوا قضايا بالمحاكم النمساوية ضد هذه القرارات لأن هذه القرارات تتناقض مع الدستور وحرية الرأي وحرية التعبير في هذه البلدان هذا ما ننصح للجاليات العربية والفلسطينية والمسلمة في هذا البلد وفي بلدان أخرى سعدت السفير منذ العام 2008 وعلى مدار السنوات التالية سنت إسرائيل حروبا ضد حماس وليس آخرها متزرة مصفى المعمداني التي تعتبر قرقا واضحا للقانون الدولي أيضا والتي تنتهي عادة هذه الحركات الشجب والمطالبة بحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة إنسانية ولكن في ظل دعم الدبلوماسي كامل لإسرائيل من أمريكا في هذا الوضع هذا الدعم الدبلوماسي الكامل هل سيتكرر نفس الحوار أو السيناريو في الشجب أم هناك خطوات عملية سوف تكون أكثر فاعلية؟ أولا ما يحدث في غزة وما يحدث في فلسطين بشكل عام يدلل على أن غياب حل عادل لقضية الشرق الأوسط هو يشكل خطر ليس فقط على استقرار في منطقة الشرق الأوسط بل وعلى الاستقرار في العالم ولذلك نحن نعتقد أنه بعد أن تنتهي أولا معاناة الناس في قطاع غزة ويرفع الحصار ويوقع اتفاق وقف إطلاق النار يجب الانتقال فورا إلى حل سياسي تنتج عنه إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام سبعة وستين لأنه فقط عندما يعيش المواطن الفلسطيني بكرامة وحرية على أرضه وفي دولته سيكون هناك في سلام واستقرار لن تنعم إسرائيل لا بالأمن ولا بالسلام طالما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه نعم دعيتم لهذه الوقفة التضامنية لكافة السفراء العرب ومثلين البعثات الدبلوماسية كيف كان الحضور؟ هل استجابت كل الأطراف؟ أم هناك دول تخلفت؟ كل الدول العربية شاركت في هذه الوقفة التضامنية وأكثر من الدول العربية هناك دول من أمريكا اللاتينية ومن إفريقيا ومن آسيا شاركتنا إضافة إلى روسيا الاتحادية والصين كلهم شاركونا بهذه الوقفة ليعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وإدانتهم للمذابح التي ترتكب بحقه نعم سعادة السفير صلاح عبد الشافي سفير دولة فلسطين لدى النمسى أشكرك شكرا جزيلا شكرا دعت مصر لانعقاد القمة الإقليمية والدولية حول القضية الفلسطينية والتي تأتي وفق الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي والدور المحوري الذي تلعبه مصر ما هي الهدف التي وضعتها للوصول إلى الحد من هذا الصراع؟ يعني بالتأكيد الهدف الرئيسي اللي مصر تتحرك من أجله هو وقف إطلاق النار والعودة للتهدئة داخل الأراضي الفلسطينية الحالة الإنسانية في قطاع غزة وحالة أهلنا في غزة حالة صعبة للغاية عمليات القتل استخدام المفرط للقوة والهجمات غير التمييزية ومقتل العديد من الأطفال الأمر لا يرضي أحد على مستوى العالم ولذلك تحركت مصر في هذا الإطار وستواصل تحركها ويعني نأمل أن هذه التحركات تؤدي في النهاية إلى يعني رسالة للمجتمع الدولي أنه يبدأ في اتخاذ خطوات لإيقاف هذا الهجوم الغاشم وعمليات القتل اللي بتدور في غزة ويعني العودة إلى الاستقرار والهدوء من أجل خلق مصار للحديث عن السلام في المنطقة نعم سعادة السفير على خلفية مجزرة المشفى المعمداني وتوتر الصراء أعلن الرئيس السيسي أنه لن يفتح المعبر رفح أمام الأجانب لأن التصعيد يقابله التصعيد ما مدى تأثير هذا القرار أو التصريح مع محيط مصر الدولي يعني يمكن الموقف المصري واضح من البداية وسيد الرئيس كان حريص جدا على الخروج بالموقف المصري في أكتر من المناسبة إحنا مصر لن تسمح بالخروج للأجانب إلا عند دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع واستهداف المدنيين في أي مكان والآن استهداف المستشفيات في غزة أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف بشكل فوري ومن ثم ستظل مصر تطالب بهذه الرسالة وستظل مصر تتخذ من القطوات ما يسمح بإعانة أهل غزة على مواجهة الكارثة المأساة الإنسانية اللي بيواجهوها في المرحلة الحالية يعني أهل غزة هم أهلنا وبالتالي موقفنا في مسندتهم لا يلين ولن يلين ورغبتنا في تحريك المجتمع الدولي من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة اللي بتحصل في غزة رغبة أكيدة وسنظل مواصلين العمل على تحقيقه نعم هناك ضغوط سعادة السفير حول تهجير أهالي غزة إلى الداخل المصري ما هو موقف مصر من ذلك؟ أهالي غزة متمسكين بأراضيهم أهالي غزة مدركين للقضايا الفلسطينية اللي هي أم القضايا العربية أهالي غزة سابتين وصامدين وسنظل نعمل على وقف هذه المأساة ونعمل على وصول المساعدات الإنسانية إليهم على مدار الساعة إحنا الدول العربية مجتمعة النهاردة بتحمل رسالة من خلال الأمم المتحدة في فيينا للمجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف هذه المأساة بشكل عاجل والبدء في إعانة أهالي غزة وإسعافهم من الجراح ووقف عمليات القتل التي تحدث في غزة حاليا وسنواصل سواء مصر كدولة رائدة في المنطقة أو من خلال الدول العربية الشقيقة العمل على الوصول إلى تهدئة ووقف عمليات العسكرية في غزة ووصول المساعدات تمهيدا للحديث عن أفق لتحقيق السلام حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة ثانية يترقب اللبنانيون تطورات الوضع في غزة وسط تحذيرات سياسية من إقحام لبنان في المعركة لا سيما أن الذاكرة لا تزال حية من ويلات حصار عام 1982 في ذلك الصيف سؤالي هل ينجح لبنان من تجنب حرب تقرع أبوابه الجنوبية؟ أول شيء بشكرك على الاستضافة وخلينا أول شيء نحط السياق العام اللي نحنا موجودين فيه اليوم هون هو التضامن مع قضية فلسطين ومع سعادة سفير فلسطين ومع الضحايا الفلسطينيين اللي عم بيموتوا بغزة وخارج غزة كمان ما في شك أنه ما يجري في المنطقة يعني ما فينا إلا ما نكون متضامنين مع الضحية ولكن الموضوع يجب أن نوضع بسياقه الكامل مثل ما قال سعادة فلسطين قبل شوي المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية لم تبدأ بيوم 7 أكتوبر وبكل الأحوال كلنا سمعنا وشفنا قرار مجلس الوزراء الخارجي العرب اللي قدان قتل المدنيين من أي طرف بما يعنينا نحن في لبنان ولا جوابا على سؤالك المحدد نحن من عيد ما قيل في بيروت ما قاله دولة رئيس مجلس الوزراء ما قاله معالي وزير الخارجي والمغتربين بأنه نحن دعاة سلام نحن من دعاة حروب نحن بدنا نعيش باستقرار وبدنا نعيش بازدهار وبدنا شعبنا ينمى ويعيش مش يموت نحن نتمنى على المجتمع الدولي أنه يساعدنا حتى لا نقدر نفرض وقف الاسفزيزات اللي عم تجي من اسرائيل بالجنوب وبما يضمن أنه لبنان يبكى بمنأة عن هذه الحرب التي تجري ونحن عم نشوف لا يمكن أن يكون تضامن لبنان من خلال تدمير لبنان نحن اليوم متضامنين هون مع فلسطين بكل ما أوتينا كسفراء كدفوماسيين من قوة نحاول نساعد الشعب الفلسطيني حتى لا قضيته تكون مسموعة وتنتصر ولكن أكد لك على أنه الرسالة اللي استمعناها اليوم هي رسالة السلام مش رسالة حرب نحن في المنطقة ككل دعاة سلام ونريد السلام على أساس مبادرة السلام العربي اللي اعتمدت بعاصمة بلد بيروت سنة 2002 اللي بتعرض السلام على إسرائيل مقابل انسحابة وتطبيق من الأراضي العربية المحتلة وتطبيق القرار الدولية المعنية ما فيها عادة عودة اللاجئين رسالتنا هي رسالة سلام ولا يمكن أن تكون رسالة حرب ونحن كالديبلوماسيين هذا شغلنا بالأساس نعم ساعدة السفير لكن ضمن في وسط هذا الصراع المحتدم تحدثتم عن السلام ما هي الخطوات العملية على الصعيدين السياسي والإنساني أيضا التي اتخذتها لبنان بموضوع بموضوع هذا الصراع الحالي هناك لابد من أمور جدية على الأرض بما أننا نناشد بالسلام إذن لفك هذا الحصار ما هي الخطوات السياسية أو الإنسانية أيضا التي اتخذها لبنان نحن ما فينا إلا ما نكون جزء من المجموعة العربية والدعم أو الاندفاع الدولية اللي كلنا شفناها بالمنطقة لكي نفك الحصار عن قطاع غزة ما يجري في قطاع غزة مش بس نحن كمجموعة عربية عامل دينه ما يجري في قطاع غزة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية اللي نحن هون موجودين على أرضها هي لا تقبل من نقدر نشوف كل الإعلانات اللي صدرت عن الأوتشا اللي صدرت عن الأونروا اللي صدرت عن المكرر حقوق الإنسان في الأراضي العربية في الأراضي الفلسطينيين محتلة الهيئات الدولية الإنسانية المعنية هي إلى جانبنا وحتى الرأي العام العالمي اليوم إلى جانبنا بفق الحصار لأنه ما يجري هو ضد القانون الدولي هو ضد القانون الدولي الإنساني بما يعني تحييد المدنيين خلال النزاعات فلبنان هو جزء من هذه الاندفاعة ونتمنى نحن سمعنا مؤخرا أنه حيصير في إدخال للمساعدات أكيد شيء إشارة منيحة ولكن أبداً مش كافية لازم مش بس ندخل مساعدات إنسانية لازم يفك الحصار بشكل كامل ويقدر الغزاويين يعيشوا حياتهم بشكل نورمال وطبيعي متابعين كنا معكم في هذه التغطية للوقفة التضامنية لسفراء الدول العربية ومجموعة من البعثات الديبلوماسية العربية والغربية تضامناً مع ابناء شعب الفلسطيني وما تتعرض له غزة من إبادة جماعية ومجازر أحييكم أنا هيفا من مبنى الأمم المتحدة وألتقيكم في تغطياتنا قادمة من النمسا ميديا أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة